تستضيفني في هذا اليوم حياة بداية يعني تعرفنا عن الاتحاد ودوره في الفنون والإعلام والسلام من خلال وجود الأمانة العامة بالعاصمة اللبنانية بيروت والدول أيضاً من دوية تحت لواء الاتحاد شكراً من هذا كلام جميل جداً الاتحاد دولة الفنون والإعلام والسلام يعني الأمانة العامة في لبنان طبعاً وبعدين كان فيه تواصل ومن خلال هذا الاتحاد الحمد لله نحن كفرع للسودان أو كفرع الأمانة في السودان الحمد لله يعني منضمين تحت لواء يعني هذا الاتحاد الفرعي العديد من الإعلاميين والشعراء والفنانين وهكذا الفنون يعني كل الفنون حتى كمعنا بنسرحينه غيره وغيره مثل الفن التشكيلي وهو والآخرين فكان دولة بيتيج دعوات والحمد لله لكن آخر دعوة كانت جاتنا من التجمع العربي للسلام العالمي من قبل الدكتور ياسر كمان رئيس التجمع العربي للسلام العالمي في القاهرة أنا كالأمين الثقافي ورئيس الاتحاد النيم يعني والحمد لله سفرنا وصادفت يعني يوم النصر للسودان من انتفاضة 2019 عشر عربعة والحمد لله بيصينا واليوم الثاني كان إننا قادة الجلسة في قاعة المركز الثقافي بقاهرة المعز القاهرة الحمد لله يعني فمشينا كانت 17 دولة بالسودان فعلي الأقل كان تم التعارب بيننا وبين الإقوة العرب اللي كانوا في الأول بيعتقدوا إنه نحن ناس يعني ما بنعرف حاجة عن اللغة العربية وكده كفارغة يعني لكن والحمد لله أنا فقري جدا جدا بإنه من خلالي يعني ورعتم إنه نحن عرب عرب صرف يعني بالرغم إنه في مختلف من الأجناس ولكن اختلاف الأجناس في كل الدول موجودة نعم دكتور عمر إمكن نلقي نظرة على مشاركاتكم في مؤتمر الاتحاد في القاهرة للعام 2019 كيف كانت مشاركة السودان مشاركة السودان والحمد لله كان يعني بالرغم وإني أنا طلبت أن أقدم آخر المتحدثين والحمد لله جد يعني كانت وكفة صامدة جدا جدا جد والمهم أنقيت التحيير على الإقوة العرب من خلال بداية كلامي بدأت يعني وجوهم تحسسك بأنه بدأت أفهموك يعني أو أفهم إنك أنت كمواطن السودان السودان هو شنو والمهم يعني كنت شاركت بقصيدة طبعا بعنوان شكرا لمصر يعني مصر هي الدولة التي قدمت لنا الدعوة وكل الإخوة العرب جمعتهم مع بعض ثم بعدها قصيدة بعنوان سلام العالم فعلا يعني لما جيت ألقيها ابتدرت قدت أبتدين بأربعة بيات اللغة الإنجليزية فإذا بالدكتور ياسر كمار رايز يجد أقول لي ما بلاش الإنجليزية الأستاذ عمر يقول لي يا دكتور اللغة الإنجليزية اللغة محورية تدرس في كل أرحان العالم نحن جلستنا نحن كعرب يعني لو ما كان فيه يعني شي باللغة الإنجليزية حيكون المسألة قبلة يعني كده وبتموت لكن لأنها تنتقل ربما تنتقل عالميا العالم كله حتى الغير نعطيقين باللغة العربية يعني من خلال أربعة بيات دي أنه الوطن العربي بكل الدول بتعانيهم بحب السلام وبيدوا عليه السلام فضل فضل يا أستاذ طبلا نتبحر في حوارنا نسمع لقصيدات شكرا مصر أيوة فعلا مصر يعني كنت استحقت إن الواحد لازم هنا وكانت يعني زي ما تقول شنو مفاجئة بالنسبة لكل المستطافين يعني من الدول الأخرى إنه ما في واحد ذكر الكلام ده أو ذكر مصر فالمهم أنا قلت فيها يا مصر إني قد أتيتك قاصدا شعبا تبوأ بالفنون مقاعدا في كل محفل مدعيكي تمرحلوا والكل بالإبداع دوما صاعدا في حضنك المضياف دفئا للذي يأتي إليك يمد طوعا ساعدا وأنا أتيت لكي أبث محبتي في كل قلب من محبة واعدا وأؤكد الإبداع في سوداننا شعرا تدفغ في الصحائف رائعة وهناك فن في المراسم جاسيا في كل ركن في المعارض قابعة أرض الكنانة أرض الكنانة مصر يا مهد التقى نلت التشرف بالكرام منابعا من فيض آل البيت نبعا صافيا وهو الحسين بفضل جده نابعة والسيدة زينب من نساء رسولنا في مصر قبرها يستميل توابعة ونفيسة الفضلة بقدر جلالها أطفت لمصر على البسيطة طابعة يا سلام دكتور يمكن كل شاعر لديه تجربة مختلفة لكن ماذا يميز تجربة دكتور أمر؟ والله الحمد لله أنا تجربتي ميزة إن كل موضوع يعني أو كل مثلا حادثة أو أي شي كده يحركني ما يعني ما شرطي أكتب بسيطة عاطفية وبس ولا غير ولا غيره بكتب على الوغل للوطن لأن الوطن في بعض الأحيان كده بتألم بحاول أنه دايما يعني أمجد الوطن ده على أساس النوس يعني كل سوداني يقدر الوطن والسودان وكتبت عن السلام كثير جدا جدا لأني محبي السلام ما دايلا الإنقسام ولا التشتت ولا الخصام وبعدين عاطفي برضو كتبت كثير جدا جدا بعض الأحيان يعني 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 من التجربة بتاعت واحد عاطفية كده أنا بتاع بيقوم بيحكي لينك أصدقاء وإلى خير بيوليور كده بيطلعها بشكل قصيدة بعدين يعني برضو كمان كتبت حاجات كثيرة جدا يعني أنا المعوقة على الكفيف على المصفاء على يعني حاجاته الاجتماعية دي بيس بعدين يعني أقل حاجة أنا بتهزني بتولد هل يميل دكتور عمر إلى كتابة الشعر باللغة العربية أم العامية؟ والله كتبت بالعربية وبالعامية وحتى جربت كبان بالمصري والخليجي يعني باللغة العربية كتبت كثير جدا جدا يعني ممكن يعني يعديكم منها حاجة كتبت بالشعر المرسل وبالشعر المقفى عايزين نسمع قصيدة جدا جدا تفضل الحمد لله يعني دي بالشعر المرسل وكتبت بالشعر المقفى وشعر التفعيل وكل العشعر والحمد لله بمعيتي تمانية ألف قصيدة يعني أنا عارفين مختلفا وعشعر فدي بتقول يعني أطعب المهم يعني ما في دائل واحد يقول لكن قلت ما تقول زيتونة أنت بلون قد تمازجك الأصيل للون شمسة بلادنا المعشوق أصلا للمساء عصر وليل في عناق جاد باللون المشرب منهما كبديع لون رحابك الأخاذ كالدفء المسربل من خيوط الشمس في فصل الشتاء من بين هاتيك الحسان تألقت عيناك حسنا حركتني أججت نارا ضراما حينما من غير قصد صافحتني فاستدرت بلا شعور أرقم الحسن الذي قد زاد وجي بعد رالي الإزدراء كلا ولا بل ألفلا لم ألتقي أبدا سواك رشاقة وأناقة بين النساء في خاطري أنت المنى أنت القصيد وسوسني المعطاء ينفذ عطره فيفوح يملأني ويملأ كل أرجاء الفضاء أنت المنى أحتاج حبك أينما ضمتك أرض أرتديك ولا أمل لطالما في الكون ألتحف السمع أنت القصيد المنتقى خط ليراء حروفك السمرة أجمل مفردات من بديع الوصف أنت يرتاح قلبي من وعقلي حينما أهفو إليك فألتقيك على السراب تخيلا تأتين في ثوب الزفاف عروسة فتبين في عينيك ألوان الرضا أنت في ورد الخمائل سوصل النفاذ ينفس منك طيبا زهرة بين الورود رقيقة فوق احتمال اللمس والهمس الخفاء يا درة فيقاع بحر الشوق ألحظها كمرجان تقوقع في قواقعه انتماء كيف الوصول إليك يا مرجانتي فالبحر يفرد مده فازددت بعدا فاستحال الالتقاء إني أجوث عليك أبحث سابحا بين الصخور الهم مخترقا جدار الموج علي ألتقيك فلا لقاء لكن برغم قساوة التيار قد لا يسنيني عنك استحال بل سأمضي عازما في البحث عنك مؤملا في الوصول يحدون الرجاء قد ألتقيك ولا محالة ألتقيك على ضفاف البحر في منأة عن الأشياء والأحياء إلا من دياء البدر يكشف وجهك المكسو جمالا ودلالا يا سلام ما شاء الله ما شاء الله دكتور بيب اللغة العربية اللغة العامية هل كتبت شعر الغذر الحمد لله كتبت كتيشي لا سمع برده ها يعني في حاجة بتقول جيت من بعيد شايلة الفرح في عيوني زي الطفل الوليد آمال عريضة مفرهدة مسجية من نبض الوريد حفنة سعادة مزغردة فرحانة تحلم بالجديد يقع جليب مليان حنانضميك في تقناء مريض جيت والفؤاد يعزف النغم والشوق معاه يطغى ويزيد لكن حرامه سكت النغم في قلبه شعلت نار تقيه ظلمونيهم من غير السبب حرموني من أملي الوحيد كفى يا زمن حجمك عليك أبقى لي قاسي عانيت تبدل الأفرح ألم متشيل معاك عشامي يا سلام طيب الدكتور لعل بعض القصائد تكتسب قوتها من الاستهلال والبعض الآخر أو قصائد أخرى تتبيز بالمقطع الآخير يعني أنت من خلال تجربتك أشعرية ماذا تفضي؟ والله أنا حينما أبتدأ القصيدة لا أدري إلا وإنني قد وصلت إلى نهايتها ماشاء الله يعني القلب يسترسل بالرغم بشيكي ده يعني بطريقة غريبة سبحان الله دكتور يعني ما زالت القصيدة عند شعراء الشباب متهمة بأنها تحلق في فضاءات من الرمزية الغامضة أيوه يعني أنت من خلال تجربتك ماذا تقول؟ والله الرمزية الغامضة دي ما كل الجمهور يعني بحبزة بحبزة ليه لأنه واحد دائر يعرف الحاجة دي مثلا أن القصيدة دي يعني بتعني شنو بتعني هو ذاته بتعني له شنو كده الرمزية دي مع حاجة مغلقة أنا تبكتب الرمزي ما كتيرين مناسبة كويس أنا بفضل دائما القصيدة يكون يعني ثلثة جدا جدا وفي نفس الوقت المفهومة للناس سواء كان بالعربية أو بالعامية طيب هناك حديث بأن الساحة الثقافية أصبحت يعني تعج بشعراء لا يمتلكون العمق الثقافي وأيضا يروجون لحالة السطحية يعني ما تعليقك؟ هنا تأفعنا دي حقيقة ونحن حاولة يعني مرارا وتكرارا إن المسألة دي يعني نحد عنها كويس لأنه ما فيها نوع من الثقافة ولا فيها نوع من الثقافة بل متزل أعمال غنائية متزلة وبيغنوا عناصر معينين يعني الواحد ما دير إفصح مثلا لسترسل لكن جد يعني نحن صارعنا ومقدمنا يعني للإتحاد الفنانين وإتحاد الشعراء يعني زي ما تقولوا شو يعني أحطناه علما بالمسألة دي حتى قلت نتو الأماء مثلا متابعين نحن متابعين يا أخواننا انتو تابوا نحن عايزين نحيد عن المسألة دي عشان الشعر الجد يعني بيكون في قيمة كويس يعني الناس المثقفين المتحطرين والناس الكبار عقليا يعني زي زمان غنى زمان الناس كان بيتطربلوا جدا جدا فهس دون وقت الغنى بيقى باهل لدريد ان الواحد سمع كلا يقفى الراديو أو التلفزيون أو مثلا مرك طيب دكتوري يمكن الحديث عن الشباب أيضا يقودنا لأنه نتحدث أن الشباب هناك يعني أسماء كثيرة ولامعة ظهرت في مجال الشعر والأدب في السودان تحديدا ما هي النصيحة التي توجهها لهم خاصة يعني وجودك أنت في الاتحاد ومتابعاتك لمختلف عن نشاطات الثقافة عيوة والله هذا سواء الجميع جدا جدا لا نهمني أنا خالص خالص أنا بالوقت الحمد لله رب العالمين عندي من التلامذاتي العديد يعني كبار وصغار أنا في واحد من جاء جاء من برسودان دقل بغضالي هنا عمره كم وثمانين سنة وجاء جاي الليو ديوان أنا بدون فخر يعني جايزه كان معروف لدى كل الشعراء في السودان ليه؟ فيه ناس بقدموا أعمال ما بجزوه ليهم هنا بتاع حتى لما يجوا المصنفات الأدبية أنا دلوقت الحمد لله من قبل أسبوع اللي جاي بدت تستعمل بي المصنفات الأدبية مع أنه اللجنة ما في هنا بتاع الحمد لله اتحمل تعب المراجعة الأعمال وإجازتها وغيره بيجوني ناس يعني بودك الصيد ما كان بيجزوه بيجوالي أنا بعد اليوم حتى كتبت الجرائب كثير جدا جدا سموه سمكرة أقول الآن دي حكاية بتاع الترميم يعني لصدوع خيس ما بين المحرضة والأخرى أو ما بين البيت والتاني يكون في كثور هنا بتاع الحديو عالية اليوم نعم وبيفهمهم هنا سبق طيب دكتور إذا كتبت للوطن قبل أن نختم هذا الفوار يا سلام حابين أن نستمع إلى قصير جدا والله هو الحاجة في واحدة طويلة كده بقول فيها يا وطن شجرة محنة بترمي ضل امتد حتى المهجر القارسي ويزيد شان يشمل الجنيات هناك من حر السموم والغربة في البلد البعيد يا وطن مليان دموع منحدرة من عينيك بتوشي الجدوى لتخدق زلال من تانا مشتاقة وبالتسرح شان تلاقي صبيب عيون في كثوريا بالشوق العنيم يا وطن كان التحام أعذب دموع حقوة وأساطير تحكي بها جروف على قديك على قديك بترمي الخير ذروع والشادوف يردد في النشيد الملحم يردد صباح الموج خرير ابعث سراني ملولة من شودة النغم الفريد يا وطن كان التلاقي بيحكي عن حبا كبير لما العناق اشتد في أروع ملاحب الشوق نبيل أصبح هدير دمعات عيونك في روبا المقرن تشكل نيل في جسمك وريد شريان يضغ فينا الحياة ويقرز تعييم الصحة فينا ومن انتشي وتقوي الجسوم شان نقدمك ويتعل شانك شانك أفعالي وما جديد يا وطن يا غالي أولادك في ذاك أبسير ومن أبقى عليك بروحه ومن ترجى تأثيرتني ذاك سأن نحن عارفينك كبير ما عليك فريد هي أطول من كنا طبعا لكن ننتقل لحاجة تانية يعني كان الجيش الحمد لله زمان كان من تطفل كثير جدا في الهروب اللي كانت طبعا ما في ذاكي لذكرها فكان بقول له أنا السودان وطن ماضيه كان مجاد وديل أولادي جددوا ذكرة الأيدات خادوا غمار معارك ضاريا والتوحيد بقالهم زادوا كلمة حق بتطلع من قلوب عمران بالإيمان واقعتان شعار كان كتاب الله ونزال في سبيل الله وقذايف من سلاح فتاق بإذن الله كان الزحف والميعاد وكان النصر والأعياد والميلة الربعين أصبح مقابل زمرة الأحقاد وخاب ضدنا الصليبيين كثير من صفهم فروا وكثير جرحوا وكثير من ميتين بسال الجندي دبابين شباب سائر أجاد الكر وصمم إنه ما يرجعوا فيه إيمان عظيم كبر وكان الالتحام كبر عدو الإسلام أجاد الفر والدبابات بتتدمروا باقي الفوج دروق الدارة صبح تلينا ملكا الحر أنا السودان ودي الأولادي دي الفتياني جبال البترية كالأوتاد حصوب منصوب وما بتتدكوا للمدفع شبابي زناد هم فخرين وما تأرضوا على العدالة وقاد هم السودان يا سلام طيب دكتور قبل أن نختم الحديث أنتم في الاتحاد الاتحاد الثقافي الدولي يعني ماذا قدمتم حتى الآن لشعراء البلاد وماذا تطمحون أن تقدموا يا سلام والله هو كانت قبل الجايحة بعد الكورونا هذا كان فيه اتصال مباشر وكان فيه سفر وحاجات زيدي لكن بعد ما الدعوة بتاعت مصر كانت الختام بالنسبة لأنه الناس سسافروا كده لأنه جايح جايحة الكورونا بالإضافة إلى يعني الأشياء اللي حدثت في السودان طبعا والربض والمظاهرات وغيره وغيره حدث عن كونه أنه الواحد مثلا يقدر كطريقة يسافر طب بدت اجتماعاتنا مع لبنان بالذات اللي هي الأمانة العامة للاتحاد الدولي للإعلام والسلام اللي تحتلوها 40 دولة كلها فروع بالنسبة لها كان بينزل يعني أي حاجة مثلا يعيزين يعني يطرحوها بيطرحوها على الرؤساء الاتحادات في الدول الفرعية وإحنا عندنا بتنزل عند التاب والتاب عند رئيس الاتحاد وبيجينا بنقعد مع بعض نشوفها الموضوع المطروح وهيس نبدأ برأينا ونحن نظلها للآن رأينا الوحيدة اللي بيكون نستديد باعتبار أنه بيجينا طوال من هناك في التاب بتاعنا إشادة من الأمان العام نعم أشكرك الدكتور عمر سعد الحسين الأمين الثقافي للإتحاد الدولي للفنون والإعلام والسلام فرع السودان شكرا جزيلا لك على هذه الإضافات الثرو وهذه القصائد الرائعة الظهدة شكرا لك ما شكرا لي واجب والله أنا سعيد جدا بهذه الاتضافة وأنا بشكركم يعني ليه لأنه تنوير يعني والواحد عائل أقل المشاهد الكريم يعني والمستمع يعرف إنه السودان بخير والحمد لله وكل من يحب من المثقافين أن ينتمي أول إعلاميين لاتحادنا ألف مرحب حبابة حبابة شكرا جزيلا